السلام عليكم ورحبا بكم أخواتي الكريمات واش حوالكم إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة على البانكيك وصفة سهلة تجي بزاف بزاف بنينا كما نعرفوا كامل يحبوا هالأطفال بزاف فقلت لي ملا ما نديرهاش في القناة هكا الأمهات ديروا هالأطفال تحوم في فتور الصباح ولا حتى في المساء كي يجيوا لأطفال تحكم بالقراية أول حاجة بنسبة للمقادير أعدي كيستة فارينة حطيته في الصحن ورح نزيد عليه نصف مغرف صغيرة تعملح بالنسبة للمقادير رح ينتقوها في صندوق الوصف كاملة بالتفصيل نزيد عليها كيستة خميرة كيميائية لوزن 10 جرامات ونزيد عليها زمغرف كبار تعمل سكر حبيبات رح نخلط المواد الجافة كامل مع بعضها بهذه الطريقة ورح نخليها أبجية ورح نجيب إينا أخلاف باش نخلط فيها المواد السائلة تاعي أول حاجة بنفس الكاس اللي كي يلتبيه الفارينة عندي كاس تحليب دافي ونزيد عليه زوز حبات بيض وكيستة فانيلا هنا خمسة جرامات لوزن تاعه ولا نصف مغرف صغيرة تاع فاني نخلط مع بعضها من المقادر هادو حتى نتخلط لي البيض مع الحليب ونضيف عليهم مغرف كبيرة تاع زبدة دوبتها ضيفها الخالد ونخلط مليح من بعد أخواتي رح نبدأ نضيف في الفارينة تاعي ولا في الخاليط تاع المواد الجافة ونبدأ نخلط لكن نخلطه بشوية بعد الطريقة حتى ندخل الفارينة في الخاليط السائل تاعنا بعد الطريقة نخلط مليح هكا ببه ما تتكون ليش حبيبات تاع الفارينة في الخاليط نزيد نضيف الفارينة ونبقى نخلط تقدروا تستعملوا هنا الخلاط الكهربائي اللي عندها فوي تخدم بيها عادي كما قلت نخلط مليح ونحاول نحي كامل هدوك الحبيبات تاع الفارينة اللي تكون لي في الخاليط نستمر في الخلط حتى نتأكد انه ما عندي حتى حبيبات من بعد رح نغطي الإناء انتاعي ونخليه مدة خمس دقائق ونرجعه باش نطيبه مع بضناء البانكيك ارجعت بعد ما مروا خمس دقائق للخاليط تاعي كما راكم تشوفوا اذا راكم تلاحظوا داروا فيه فقعات صغيرة وايضا تقالي الخاليط كما راكم تشوفوا ما بقىش سائل بزيف بها الطريقة بالنسبة للمقلة من الاحسن المقلة اخواتي تكون مثل السقش والنار تكون عالية اول مرة وما من بعد كي تسخن لي المقلة تاعي نقص النار نخليها هادئة تماما هكذا ما تحرق ليش البانكيك تاعي ونبدأ انضيف بواسطة مغرف كبيرة او غرافة نحط كمية من الخاليط بهذه الطريقة الحجم كما تحبو تحبو ديروها دائرة كبيرة ولا ميني بانكيك ولا تديروها الحجم تاحا هذا المتوسط الاختيار راه ليكم نخليها حتى تبدأ تبانلي فقعات كما راكم تلاحظوا راه يبدأ تدلي الفقعات هدي كما تعلق غرايف ولا البغرير كل واحد كيفا يقول شوفوا اخواتي ونشوفوا انو الوجه اتحا من فوقه بدا ينشف راح نبدأ نحيلها الحاوف اتحا بهذه الطريقة بها نتأكد انو مراهيش ملتسقة بالمقلع بعد الطريقة وتأكدوا اخواتي اذا دلت لكم العجين تاعكم هاد الفقعات بللي العجينة هيناج حامية باللمية راح نقلب من جهة الثانية باش تتحمل لي هنا كما قلت النار هادئة اخواتي هكا باش ما تتحرق الكمش ليهليه وتقعد من داخل العجين ما طعباش بهذا الشكل راح نزيد نحط امامكم واحدة اخرى نحط بشوية بهذا الشكل حتى نوصل للقيس لي انا حيبته هكا باش نديرهم نفس الحجم كامل كيف كيف نفس الطريقة لما دللي فقعات ونحس بالسطح تحب دي نشوف هاده الطريقة نقلب الحبة تاعي تاع البانكيك بهذا الشكل ونغليها حتى تحمل لي من تحت ومن بعد نحيها شوفوا اخواتي كيف يجي 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 خفيف ايضا في البنية يجي بنين روعة نفس الطريقة بهذا الطريقة راح نحيها وراح نكمل كامل الكمية تاعي تاع الخاليط ونرجع مع بعضها نبقى نشوفوا الطريقة تاع التزيين تاع البانكيك تاعنا تاعنها اليوم طبعا اخواتي طرق التزيين تاع البانكيك تختلف كل واحد كيف يحب يديرهم واحد يحب يحط لهم الكريمة واحد يحب يحط لهم العسل واحد يحط لهم الشوكولة كل واحد كيف يحب يتناولهم انا اليوم اختاريت اني نزينهم ولا نحشيهم بالشوكولة شوكولاتة الطالة كما راكم تشوفوا نحشيها من داخل من بعد راح ننسق فيها واحدة اخرى بهذا الشكل يجي ايضا روعة بهذا الطريقة ندهن عادي من بعد نغلقها بواحدة اخرى من بعد الشوكولة دي تبقت لي راح نجيب شوية زيت صنغو نحطها ونخلط حتى تؤدي لي الشوكولاتة سائلة بهذا الشكل باش ندير خطوط فوق البانكيك التاعي كما راكم تلاحظوا اخواتي اعملت خطوط فوق حبات البانكيك والاخر لست قطو بالشوكولة كما راكم تشوفوا كما قلت تزيين اختياري كل واحد كيفا يحب يتناولهم لكن هاد الطريقة تجي تاني روعة والاطفال يحبوها بزيف كما راكم تشوفوا تجي قطنية تجي هشة وخفيفة بنينا روعة خصوصا بالشوكولة نتمنى ان شاء الله الوصفة تعانها اليوم نلت اعجابكم والفيديو تعانها اليوم كنخفيف ضريفة على قلوبكم نقولكم اذا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها باعجاب وخليوا تعاليق هيك باش تحفزوني ونستمر ان شاء الله ولأول مرة تشوف قناتي ندعوها تشترك تفعل الجرس باش يوصلها للجديد وفي وصفة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم